تحاول لجنة الريكبي بالشراكة مع الاتحاد الاسيوي للعبة نشر هذه الرياضة على نطاق واسع في الاردن وتعليم الجيل الناشئ على مهاراتها وطريقة لعبها لعبة الريكبي هي من الرياضات التي دخلت حديثا الى الاردن لكنها سرعان مشاهدت تطورا كبيرا يحسب للجنة الريكبي المظلة القانونية للعبة في المملكة حيث ارتفع عدد الممارسين لهذه الرياضة بشكل كبير واصبح لهذه اللعبة دوري للكبار وللفئات العمرية وللسيدات كذلك اما المنتخبات الوطنية فتسير بثبات على طريق التطور وتشارك في المصابقات العربية والاسيوية خطط الاعداد تتواصل لتطوير هذه الرياضة عبر نشرها في المدارس وتعليم الجيل الناشئ عليها تحديدا في المدارس الخاصة هو هدف مشترك للجنة الريكبي المحلية والاتحاد القاري للعبة الذي يضع برامج خاصة لتطويرها في كافة اقاليم القارة الاسيوية هذه اللعبة التي نشأت في انجلترا في القرن التاسع عشر الميلادي ثم انتشرت في بقية دول العالم لتصل مؤخرا الى الاردن وتبدأ بالانتشار لكن لا يمكن وصف هذه اللعبة بالشعبية فمعظم المهتمين بالشأن الرياضي المحلي يجهلون قوانينها وطريقة لعبها هذا الدور يقع على عاتق لجنة الريكبي للسير باللعبة قدما ووضعها على الطريق الصحيح اذا للحديث اكثر عن لعبتها الريكبي ومدى تطورها وانتشارها في الاردن ينضم معي بالاستوديو مسؤول التطوير في الاتحاد الاسيوي للريكبي لمنطقة غرب اسيا الكابتن غيث جلاجل مساء الخير كابتن نورتنا في نشرتنا نتحدث كابتن غيث كابتن الناديك اذا منذ ايام من يوم الخميس ربما ويوم الجمعة الماضي وانت تعطي دورات في رياضة الريكبي كمسؤول تطوير لمنطقة غرب اسيا حدثنا عن الايام الثلاثة الماضية وما هي الدورات؟ دورات استضافها للجنة الاردنية للرقبي في الاردن هدفها تطوير مدربين محليين وحكام محليين ومسؤولين تطوير اللياقة البدنية يوم الجمعة كان لدينا دورة مدربين مستوى اول يوم السبت كان لدينا دورة تطوير حكام مستوى اول حكام محليين واليوم كان لدينا دورة تطوير مدربين اللياقة البدنية مستوى اول طيب كيف ترى مدى تطور رياضة الرجبي في الأردن نسبة إلى منطقة غرب آسيا وأنت مسؤول تطوير في هذه المنطقة الأردن بلعب دور كبير في التطوير أحد الاتحادات أو اللجان المتطورة من ناحية تطوير اللعبة ونشرها في المدارس تبنوا برنامج Get Into Rugby ابدأ بممارسة الرجبي وهو برنامج تم تطويره من الاتحاد العالمي للرجبي هذا برنامج أعتقد متزامن مع وجود كأس العالم في اليابان نعم كانوا لعب جزء كبير الاتحاد الآسيا والاتحاد القاري فيه عنده برنامج مليون لاعب جديد خلال الأربع سنين الماضية إلى كأس العالم اللي قام حاليا في اليابان والأردن اللعب دور كبير فيه تطويره من خلال إدخالها إلى المدارس تطوير الأندي المحلية جميل أندي المحلية حاليا عندهم فئة نسائية نعم أندي نسائية نعم بجوز كابتن غايد دقاطعك يعني نشاهد سوية مع المشاهدين لقطات من الدورة التدريبية نعم اللي كانت خلال أيام الماضي من أيام الجمعة السبت والأحد تنتهي اليوم الدورات اليوم انتهينا نعم نعم يعطيكوا الفئة الله عافيك طب مستوى الإقبال فعليا في الأردن ونحن لدينا يعني فرق ذكور وإناش نتحدث على مستوى الأندية لكن الإقبال على هذه اللعبة التي تعتبر نوعا ما يعني خشنة نوعا ما بالنسبة للمحلين الرياضة الإقبال مشجع جدا صراحة عدد اللاعبين اللي ينضموا ليمارسوا اللعبة مشجع جدا اللعبة إلها تحدياتها ممكن الانطباع الأول عن الرياضة كرياضة خشنة نعم بينما بعد ما الإنسان يجربها أو يتعرف عليها يكتشف أن القانون تم تصميمه لحماية اللاعب الأماكن المسموحة فيها الاحتكاك بعد اللاعب ممنوع الاحتكاك حول منطقة الرقبة أو الكتفين وأعلى الكتفين الرأس الرقبة ممنوعة الاحتكاك يجب أن يكون بشكل سليم نوعا ما ممنوع الاحتكاك بالكتف بشكل خشن أي احتكاك خشن ممكن يتم معاقبته بطرد اللاعب يعطيه كرة أصفر أو كرة أحمر فالقوانين مصممة لحماية اللاعب ندرك إحنا ممكن الانطباع الأول يكون كالوع بخشنة وصعب بس الحمد لله كلما يجربها يمارسها الإنسان يكتشف أنها مختلفة نحكي عن مواطن التطوير أركان عديدة بالتأكيد منها اللاعب الحكام المدرب والأندية حدثنا عن عدد الأندية للرجال والسيدات في الأردن لغاية اليوم حالياً في ثلاث أندية نشطة جداً بالأردن اللي هم عمان ستادل والنومادز والأهلي حالياً عندهم جميع الفرق عندها فئة الرجال متطورة جداً عدد اللاعبين كبير فئة النساء كلهم عندهم بلعبوا رقبي سيفنز اللي هي سبعة لاعبين النساء وحالياً يتم تطوير تحت عشرين سنة بالنسبة للأندية وهذا تطور كبير بدعم الاتحاد من ناحية أو اللجنة الأردنية من ناحية يكون عندها منتخب تحت عشرين سنة فمن ناحية التطوير والأندية تلعب دور كبير استقطام اللاعبين واللاعبات الجدد وتطوير مهاراتهم ليكونوا مناسبين إن شاء الله يمثلوا البلد طيب وين تميز منتخباتنا للجنسين هل هي في السبعيات أم في لعبة الخمسطار في السبعيات حالياً شو السبب في ذلك؟ السبب كونها رياضة ما أسميها جديدة رياضة الناس تتعرف عليها بشكل جديد منتخب السبعة لاعبين يحتاج 12 لاعب ففعلنا 12 لاعب متميز ممكن ينافس على مستوى غرب آسيا ومستوى العربي كمان لما نحكي عن 12 الـ 15 الرقبي 15 المسمى لها تحتاج إلى 25 إلى 30 لاعب متميز ممكن ينافس هذه أحد النقاط النقطة الأخرى الاتحادات التي ننافس ضدها بغرب آسيا كاتحاد لبنان كاتحاد قطر يعتمد على قانون مسموح بالاتحاد العالمي ورد رقبي اللي هو ممكن تستخدم الأجنبي الموجود في البلد إذا عاش بالبلد لمدة 36 شهر يصبح مؤهل يميز يلعب ويمثل البلد على هذا المستوى ببضل في قانون يسمح إذا أنت مثلا أحد والديك أو أحد أجدادك مولود في هذه البلد فأنت تصبح مؤهل يتمثل هذا البلد وهذا الشي يعتمد عليه لبنان بشكل كبير يعني وجود أجانب وجود أجانب كثيرة أو من أصول أجنبية من ناحية أحد الأبوين نعم صحيح الأردن يتميز بجميع لاعبين أردنيين نسامة ما صالح عنهم فاللاعب الأجنب يمكن لعبها فترة أطول نعم ممكن يكون أقوى فعا مستوى الـ 15 لاعب في طور التطور السفنز السبعة لاعبين طبعا نشوف كابتن غايث يعني خلال الفترة الماضية ربما في شهر نيسان من العام 2019 كانت مشاركة تاريخية لمنتخب السيدات في بطولة سباعيات الرجبي حدثنا عن هذه النقلة أعتقد أنها نقلة نوعية بالنسبة للمتخب السيدات حاليا التوجه بالاتحاد الآسيوي واتحاد العالمي الورد رقبي المساواة بين الجنسين في الرغاية الرقبي فكونه الاتحاد الأردني أنتج منتخب نسائي يشارك بغرب آسيا كانت خطوة كبيرة من ناحية التطوير وأدتها طبعا لما يكون عندك منتخب ممكن ينافس يزيد عدد اللاعبين المحليين يصير الكل حابب يشارك وحابب يصير فيه هدف كبير لهم كابتن غايث كيف ممكن لهذه الرياضة أن تصبح شعبية يعني عرف كرة القدم لعبة شعبية تستطيع ممارستها بأي مكان نحط حجرين صار جول صحيح جول انجليزي سميها ما شئت ولكن هل يمكن أن تصبح لعبة الرقبي شعبية في السنوات القادمة طبعا بجهود الاتحاد تطويرها إدخالها المدارس هذه خطوة كبيرة جدا إدخال المدارس إن شاء الله من هون لخمسة تستي ممكن يطلع جيل مارس الرياضة في المدارس نحن جيل تعلمناه ونحن أكبر لما بلاش نلعب رياضة الرقبي بينما الطلاب اللي تعلموهم المدارس إن شاء الله من هون لخمسة سنين يكون صار له فترة عم بيلعبها فيه لها تحديات طبعا حدثنا عن التحديات وجود الملاعب تحديات للتدريب ممكن أي ملعب يستخدم العشب الصناعي ممكن يستخدم من التدريب بينما ممارس الرياضة تفضل وجود ملاعب عشبية هل لدينا ملاعب مجهزة للرقبي في الأردن؟ في عمان يوجد ملعب واحد وهو ملعب جامعة البتراء نعم يستخدمون الشباب للتدريب وللمباريات هي بجزء الملعب الذي شاهدنا قبل قليل لقطات صحيف مباراة ضد السعودية هذا هو الملعب الوحيد المتوفر نعم الشباب يعتمدون على ملعب أخرى بالتدريب ملاعب مدارس موجودة أو ملاعب الأكاديميات كرة القدم يستخدموها للتدريب طيب هل هناك طبقة معينة تلعب لعبة الرقبي أم هي منفتحة على الجميع من لديه مثلا قوة جسمانية والرغبة في تعلم قواني اللعبة يستطيع أن يمارسها نعم طبعا هي مفتوحة ما يميز رياضة الرقبي عن الرياضات الأخرى يمكن أنا متحيز أنه نستقبل اللاعبين من جميع الأحجام والأطوال الأوزان لأنه الرياضة الرقبي فيها مراكز مراكز لاعبين بتستقبل جميع بينما يختلف عن رياضات أخرى بفضله اللاعب يكون طويل أو اللاعب يكون خفيف في الوزن فهذا يميزنا السؤال مهم بالنسبة للطبقة التطوير يتم في المدارس الخاصة لسبب كبير لأنه عندها ملاعب ممكن يستخدموها الطلاب للتدريب حاليا دخلوا الشباب المسؤولين على التطوير في اللجنة الأردنية دخلوا مخيم الزعتري مثلا للنشر بالتعاون مع اليو أن المدارس الحكومية ممكن تكون شوي تحدي الإشي اللي بيساعد كما من المدارس الخاصة ممكن المدارسة الخاصة يكون قرارها إلها بإيدها نعم ممكن القرار سهل لاستقبال رياضة جديدة بينما كمدارس حكومية بحاجة لقرار رسمي أكبر في أمثلة بغرب آسيا اتحاد الإمارات مثلا أدخل الرياضة بجزء من المنهاج رياضة الرقبي جزء من المنهاج الرياضة بالمدارس الحكومية يعني بصراحة بالإمارات أنا بجزء كان لي الفرصة أن أشارك في بعض المحاضرات الخاصة بمجالس وزراء العرب الرياضة وكان هناك أيضا متواجدين من الإمارات في اتحاد الرقبي متطورين بشكل كبير صحيح دور الداخلي دوري قوي جدا عندهم الإمارات محظوظين في وجود بطولة دبي رقبي سيفنز السبعي هي جزء من البطولة العالمية يعني رقبي سيفنز بشكل عالمي يعطيك لمحة مثل الفورملا ون بلعبوها بأكثر من دولة نعم فدبي واحدة من المحطات نعم والسنة الذكرى الخمسين لهذه البطولة فالناس تعرف عن الرياضة نعم ودود الأجانب بالمجتمع كمان بساعة نحن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وجهودكم تكون مباركة في نشرح هذه اللعبية على مستوى الجنسين مشكراك كابتن غيث جلازل مسؤول التطوير في الاتحاد الأسئول للرقبي وأيضا ابن الفنانة الكبير دوجلازل مجهله وتحية كبيرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك